أربعين عروسة والدليل عندي على التليفون على الواتساب صورهم بأرقام تليفوناتهم بتبعت له الصور وتقولينه والعروسة ويقابل ورحت معاه مقابلات كتير والغربة أن كل مرة بيطلع لي عيب أو سبب غير العروسة اللي قابل منه يعني مرة طب وليه أنت مستمرة معاه بقى مستمرة معاه علشان عارفة أنه هو صادق يعني حاستة أنه هو صادق وحاستة ووالدته كمان موصياني عليه ووالدته زهقنا منه على فكرة وقالتلي أنا هسيبهولك في أديك يعني أخطر من 40 عروسة كل عروسة فيها العيب اللي هو ده شايف أنه هو ده عيب آه آه هو شايف كده يعني مثلا وعلى فكرة هو لو ما كانش ولد طيب وبن حلال ما كانش أخذ العروسات دول لزميله ده جاوز زميله من العروسات اللي أنا جايب أهمله يعني هو بيأخذ ويشوف فما تعجبوش يجوزها الواحد زميل ودي حصلت وقال لي دي ما تنفعنيش يا مقدم عبير بس تنفع لفلاني الفلاني هخليه تواصل معاكي وانت اكترحيها عليه ففعلا باكترح العروسة عليه فبيوافق وبيتم النصيب على فكرة وهو قاعد لغاية دلوقتي طب إيه بقى الحاجات اللي ما عجبتهوش فيهم يعني آخر عروسة مثلا كمثال يعني بعد الاربعين دي رقم دي رقم اربعين بقى لا مش قابل الرقم اربعين نقول من تلاتين لأربعين العروسة مثلا رقم تلاتين طب نقول اربعين الاول عشان هي دي اللي حضرة في زيني دلوقتي اربعين اربعين الاول راح وقاعد وانبسط جدا واخد والدته وزاره كذا مرة وكلام من دا بس هو في وسط الكلام بيقول لها ان احنا بعد الجواز عايزك تلبسي واسع انا بحب البنت اللي ارتبط بيها تبقى متغطية اكتر من كده لابسة واسع ومش بحب البنطلنات وكلام من دا البنت اعترضت وقالت له انا شايفاك ان انت يعني ما ربي دقنك في فترة من الفترات اقدر اقول لك حلق دقنك ولا ما تحلقش دقنك دي حاجة يعني شخصية وسبدي بحريتي وسبني براحتي وكلام من دا ورفضت ان هي تلبس واسع او كلام من دا فرجع قال لي معلش مفيش نصيب احنا بنعتذر لهم رغم انهم كانوا ناس جمال جدا 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 ايه رقم تلاتين دي بقى اتجاوزت واحد صاحبو بعد كده اقترحت عليه نفس البنت وافق بيها اتجاوزو دلوقتي معو معيلي اللي الرقم بقى اللي كان يعني اللي كانت قبل كده كان اه شاف لها بوستات على الفيسبوك مش كويسة اه يعني اراء كده من اللي هو ايه والحاجات اللي هو مبيقبلش بيها يعني فقال لي بصي اراءها على الفيسبوك عاملة ازاي وكلام منده لا انا مبيحبش الاراء اللي بتقول كده انا كاني انا ماني مفيش نصيب وزي ما قلت الحضرته وكان برضو من ضمن اختياراته فكرة الجمال والكلام ده كان بيرفض بسبب الجمال بسبب ولا بسبب الاراء ما هي اصلا لو مش جميلة راش هيروح لها يعني هي اصلا لو ما فيهاش اصلا من الشروط انا بوفق على اللي هو الهولي وباخد كمان من كلام البنت في الشروط بتاعت العريس ايه وقابلهم هما الاتنين البعض انا بسيب بس النصيب هو اللي يحصل سألت تفكير بقى واخد بالك انت واخر جوازه برضو تفركشت بسبب اخته يعني قال لها انا اختي لما بتجيلي جوازه بتتفركش فارجوكي ما تعزميش اختي عندوك لغاية ما نتجوز انا مش عايزة اجبها معايا انا مش عايزة اعزمها هي مصدقتوش في الكلام قالت لا ليه نعزمها ومش نعزمها ومش عارفة ايه وعزمتها وكلام من ده فعلا اخته فركشت الجوازه راح توصلت له صورة غير اللي هما فيها راح تقالت له دولالولي ودولعدولي وراح توصلت للبنت كمان فكرة وحشة عن الخطيب وقالت لها ده كاني وده ماني وده اللي شقة عندنا مش حلوة ومش هتعجبك ومكانها وموقعها وانتو اجمل وانتو احسن وكاني وماني خلت الطرفين يفكروا بطريقة عكس اللي كانوا بيفكروا فيها فالموضوع اتفركش يعني بس دي حكاية الشخص اللي اتعرض عليه اكتر من 40 عروسة ومش عاجبه اي حد ومش عاجبه اي حد لا لغاية دلوقتي بيدور وانا بدور معي طب انت بديه له حد رقم كام بقى يعني هتدوري مع الحد رقم كام والله انا بقول لحضرتك ما انا مستشعرة انه هو صادق في كلامه انه هو اصل ده انا بعتبر ده نصيب يعني انت متوقع انه هو تعجبه رقم كام بعده يعني بعد 40 برضو اكتر بيتابعنا دلوقتي برحته بقى يقعد على البساط وينقي ست البنات انا بعمل اللي علي ما لعله وعسى واحدة عرضها رقم 41 ولا 42 ويوافق عليها ويتجاوزها انا هقول لقى ليه لو وصلنا ال 60 وما تجاوزي برحته برضو انا هقول لقى ليه اه اه هفضل معاه طالما صادق وبيدخل البيت من بابه وبيحترم الناس اللي هو بيدخل لهم وبيقول بياناته ومعلوماته بكل ادب واحترام واخد بالك انت وبيحافظ على اسرار وبيوت العائلات وكلام من ده ورافع راسي وبيبر كمان يعني والدته وكده والناس بتشكر فيه بصراحة واخته بتشكر فيه انت روحت معاه كم مرة بقى؟ لا مش كتير اه لا مش كله في الناس بديهم ارقام تليفون هم وهو بيتواصل بنفسه يعني وغيره كتير على فكرة يعني فيه عرسان كتير انا قدمت لهم عروسات كتير والغاية دلوقتي لسه متجاوزوش هم عندهم فكر معين في دماغهم حاجة معينة لسه ملقوهاش انا مجرد ان انا بسعى معاهم بس في الموضوع هو الكمال اللي له واحده هل فيه بتستشعر ان فيه عريس عايز مواصفات هي مش موجودة في ايه فتاة؟ فيه؟ او العكس او فتاة عايز عريس مواصفات خيالية مش موجودة؟ ساعات بحيس انها خيالية من كدر مهو خددها قوي يقول طول من 150 ل 162 سمت زيادة لأ منon60 ل 162 مش عايز أزياد اوه يعني من 16 optimistic عشان هو طوله 165!!!! فهو مش عايز اطول منو ومش عايز اقصر منو او ااخد بلاك عايزها من مكان من منطقه سكنية معينة محدادة عايزها مؤهلي عايزها مؤهل عالي عايزها السنه لغايد من كذا كذا ما نخرجش عنه فالطلبات ديت لما بلاقيها كتير قوي احنا كل ما ما كان فيه مرونة في طلباتنا كل ما لقينا عدد عروسات اكبر نقدر نختار ما بينهم قدامي ديت وقدامي ديت وقدامي ديت وعلى فكرة في حد تواصل معي مبارح وقال لي ان هو عايز عروسة وانا جاهزت له 3 عروسات هقول له البيانات بتاعتهم وهو هيختار المناسب لي ويتواصل معي زمان كنت بعمل عكس الفكرة يعني اقول للبنت على العريس الاول وبعدين ارجع اقول للعريس ويقول لي لا انا مش موافق فارجع اقول للبنت ان هو مش موافق واخد بالك فساعتها باعتذر للعروسة فبتزعل مني دلوقتي بقي تعمل العكس بقى اقول للعريس الاول انا عندي 3 دول لما تختار واحدة منهم ابعث لك رقم تليفونها وبياناتها العرسان مريحين واكتر ولا العروسات في الاختيارات وفي السرعة لا العرسان مش متعبين في حاجة لان بس البنت يعني بتحلم بحاجة معينة ما بتتنازلش بسهولة عن طلب من طلباتها يعني في عروسة مثلا اتعرض عليها عشرين عريس ورفضته في عرضت عليها عرسان كتير بس هي مش موافقة وعلى فكرة اللي بيرفض لي عرسان كتير دوت انا برجع للأهل وبقول لهم في حاجة عايزين نجربها مع ولادنا ولو نفعت ماشي لو ما نفعتش مش مشكلة ان احنا بندور وراهم كده وبنشوف البنت دي مرتبطة بمين في مجال العمل ممكن تكون مرتبطة بحد في مجال العمل ومستنيها يجي يتقدم او كلام من ده فمش عايزين نزل محد معانا فعلا لما الام بتدور بتلاقي حد معين واخد بيلك وحصلت معي برضو مع ولد قبل كده عريس مامتو تواصلت معي عرضت عليها عدد كبير من العروسات الولد رفض كل العروسات اللي احنا بنقدمهم من غير حتى ما يشوفهم وساعتها قلت لها دوري وراه دوري يشوفي هو بيحب مين وعايز مين عشان كده بيرفض كل واحدة بتتقدم له يعني بتتقدم له كعروسة يعني كده ففعلا دورت وراه ولقيت ان هو مرتبط بواحدة في مجال العمل مش راضي يقول ل والدته ان هو عايز يتقدم لدي علشان مستوها الاجتماعي اقل منهم شوية بس قلت له انت لازم تتنازلي على فكرة ولازم تغداله اشتركوا في القناة